بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا بفضل الله تعالى هو ثالث مجالس مقاصد الصيام مر بنا في المجلسين السابقين الحديث الأول عن المقدمات التي كان فيها تمهيد للحديث عن المقاصد ودلالتها وكيفية استنباطها وأهميتها واجتمال التشريع في الجملة عليها والعبادات منها على وجه الخصوص في المجلس الثاني ليلة أمس كان الحديث عن أعظم مقاصد الصيام وهو المقصد الأكبر المذكور في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ومضى الحديث في مجلس الأمس عن أن هذا المقصد الكبير هو أم المقاصد في عبادة الصيام وارتباطه بالصيام جاء وثيقاً بل جاء امتداداً لكون تحقيق التقوى مطلباً شرعياً في الإسلام ارتبط بأمهات العبادات في أركان الإسلام كالصيام وكالحج وتقدم أيضاً أن هذه العلاقة الوثيقة بين الصيام والتقوى لمن تحقق بينهما من ارتباط ومعاني تكررت بينهما ثم ختم مجلس البارحة بالحديث عن ثمرات التقوى وعلاقة الصيام به مجلس اليوم نكمل فيه حديث الأمس الحديث عن إتمام كلامنا عن مقصد الصيام الأكبر وهو تحقيق التقوى من أجل أن نفرغ من الغد للحديث عن المقاصد الأخر وهي جزئية بجانب هذا المقصد الكبير وتبع تلحق به بخلاف حديثنا اليوم وبالأمس عن هذا المقصد الكبير وهو التقوى أرجو أن نستصحب في حديثنا اليوم ما تقدم بالأمس من ثمرات التقوى وجلالة منزلتها في الشريعة وعظيم مكانتها التي جعلها الله عز وجل مبوأ عباده الصفوة منهم الأولياء الذين أعلى الله منازلهم ورفع درجاتهم وجعلهم من أهل التقى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فينبغي أن يكون هذا مستصحباً على الدوام في حديثنا اليوم الذي ستناول فيه عنصرين اثنين كبيرين أحدهم هو الحديث عن سبل تحقيق التقوى بالصيام والآخر عن مفسدات التقوى أو نواقضها بين يدي هذين العنصرين سأسمعكم جملة من كلام أهل العلم في ارتباط الصيام بالتقوى تأكيداً لما مر معنا في حديث الأمس في تفسير قول الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال ابن كثير رحمه الله لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان يريد أن يفسر علاقة الصيام بالتقوى كيف يكون الصيام لعلكم تتقون قال لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان قال شيخ المفسرين الإمام الطبر رحمه الله أي لتتقوا أكل الطعام وشرب الشراب وجماع النساء فيه هذا يا إخوة يأتي من الفعل اتقى فعل لازم أو متعد الفعل اتقى هل هو من الأفعال اللازمة التي تكتفي بالفاعل دون المفعول كما تقول قام كما تقول جاء كما تقول ذهب هذه أفعال لا تحتاج إلى مفعول قام محمد وذهب أحمد وجاء زيد ما تحتاج إلى مفعول لكن مثل أكل وشريب هذه تحتاج إلى مفعول فيقال لها أفعال متعدية الفعل اتقى هل هو لازم أو متعدي متعدي طيب الآية قالت لعلكم تتقون وما ذكرت المفعول فما تقديره تتقون ماذا قال الإمام الطبي رحمه الله تتقوا أكل الطعام وشرب الشراب وجماع النساء يعني تتقوا المفطرات في الصيام فهو قدر مفعول التقوى المحذوف ها هنا بكونه اتقاء ما يفطر الصائم في صومه ومن ذهب لأنه التقوى بمعناها العام فماذا قدر لعلكم تتقون ماذا تتقون الله فإذا اتقيت الله أتيت بالطاعات واجتنمت المعاصي وحزت الدرجات العولى هذا معنى الآخر يقول الإمام الرازي رحمه الله في تفسير الآية أيضا يقول موضحا تماما علاقة الصوم بالتقوى يقول الصوم يورث التقوى لما فيه من انكسار الشهوة وانقماع الهوى فإنه يردع عن الأشر والبطر والفواحش ويهون لذات الدنيا ورياستها وذلك لأن الصوم يكسر شهوة البطن والفرج وإنما يسعى الناس لهذين ما هما شهوة البطن والفرج قال وإنما يسعى الناس لهذين والصوم ماذا يفعل قال الصوم يكسرها قال وإنما يسعى الناس لهذين فمن أكثر الصوم هان عليه أمر هذين وخفت عليه مؤونتهما فكان ذلك رادعا له عن ارتكاب الحرام والفواحش ومهونا عليه أمر الرياسة في الدنيا وذلك جامع لأسباب التقوى فيكون معنى الآية فرضت عليكم الصيام لتكونوا به من المتقين الذين أثنيت عليهم في كتابي وأعلمت أن هذا الكتاب هدى لهم في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فكأنه يقول كونوا مع الصائمين لتكونوا متقين فإذا أصبحتم متقين كان هذا الكتاب هدى لكم يعني ستجدون هداية القرآن إذا وجدتم التقوى أين نجدها في الصيام لعلكم تتقون يقول ابن القيم رحمه الله عن الصيام فهو لجام المتقين وجنة الأبرار المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال فإن الصائم لا يفعل شيئا فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده فهو ترك محبوبات النفس وتلذ ذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه والعباد قد يطلعون منه على المفطرات الظاهرة وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر وذلك حقيقة الصيام وأشرنا إلى هذا في مجلس البارحة أن حقيقة التقوى أن تكون في ظاهرك وباطنك سوا أن تظهر الحسن وتبطن الحسن والصلاح والتقوى لله عز وجل ها هنا إذن شروع في العنصر الأول فهمنا أن الصيام يوصل إلى التقوى وأن من صام فحقه أن يكون تقيا نقول هذا يا كرام ونحن على أعتاب رمضان وبحاجة إلى أن نعيش هذا المعنى وأن ننطلق في صيامنا محققين معنى التقوى لله سبحانه وتعالى في الصيام لأن ربنا منذ أن شرع الصيام قال لعباده من أهل الإيمان لعلكم تتقون فالله يخاطبني ويخاطبك وكل مسلم ومسلم إلى يوم القيامة لعلكم تتقون وهذا رمضان على الأبواب وبين أيدينا والنفوس إليه مشتاقة والقلوب تحن إليه وتتمتع بحلول أيام الخير والبركة فلنجعل من صيامنا سلما إلى التقوى ولنجعل من عبادتنا في كل يوم من رمضان خطوة نتقدم بها في طريق التقوى لنخرج من رمضان أتقيا هذه خطوات أوجزتها في نقاط سبعة أرجو أن توضح لنا معالمة في تحقيق التقوى من الصيام كيف نصل بصيامنا إلى التقوى وكيف نحققها ونحن نتحدث عن أعظم مقاصد الصيام وأكبرها الخطوة الأولى قصد ذلك ومراعاته وعدم الغفلة عنه الخطوة الأولى تبدأ من هنا من أن نستشعر أهمية هذا الموضوع وأن نجعله نصب العينين في الصيام فإذا أهل هلال رمضان وأعلن لأمة الإسلام أن الليلة هي أولى ليالي رمضان وعقدت العزم على أن تكون هذا الشهر صائما متقربا فيه إلى الله تؤدي الواجب وتقوم بركن الإسلام اجعل في قلبك معناً كبيراً أنك تريد أن تحقق التقوى وأن الله إذ ناداك مع من نادى في قوله يا أيها الذين آمنوا فدخلت فيه أنا وأنت وكل المسلمين والمسلمات دخلنا والله عز وجل نادانا قال لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا لعلكم تتقون فلما جاء الشهر وهل الهلال اجعل نفسك متجه إلى الجواب إلى إجابة هذا النداء لبيك يا رب إني صائم بعونك وتوفيقك وإني عازم يا رب على أن أكون من المتقين لك بهذا الصيام وأن أحقق معناه عدم الغفلة اجعل سؤالك الكبير في شهرك المقبل كيف أكون تقية ثم إذا دخل الشهر فصمت يوماً ويومين وثلاثة اجعل هذا السؤال حاضراً أمامك على الدوام قد صمت يوماً ويومين من رمضان فكم خطوة حققت في طريق التقوى أنا هنا يجب أن أستشعر بكل صراحة أنني مع كل يوم أصوم من رمضان أنني أتجرع جرعة في التقوى يا كرام وأنني بعد خمسة أيام مثلاً إن صمت من رمضان علي أن أجد في نفسي من الإيمان من الخير من الطاعة من الإقبال من الإخبات من القرب من الله ما لم أكن أجده قبل ذلك ولا تسلم ولا تتعجب أما صمت أما أقبلت إذن حقك أن تكون تقية إذن الخطوة الأولى تبدأ منها هنا استشعار هذا المعنى وقصده وجعله نصب العينين مع إقبال رمضان والدخول في صيامه النقطة الثانية تحقيق صيام القلب مع صيام البطن والفرج فإذا صمت فلا يكون حظك من صيامك الإمساك عن الطعام والشرام والجماع فحسب فهذا هو هيئة العبادة الظاهرة التي ابتدأنا الحديث عنها منذ أول يوم وإذا كان هذا هو الجانب الظاهر من العبادة فلها باطن صوم البطن صوم الفرج عن المفطرات في رمضان لابد أن يصحبه شقه الآخر شطره الثاني العناية بحقيقة العبادة وجوهريها بروحها الموصل إلى التقوى وهو صيام الباطن صيام الباطن صيام القلب وصيام القلب يتعين فيه أن نعتني بكل ما يحقق للقلب معنى الصيام في رمضان كما يصوم فمك عن الطعام والشراب كما يصوم فرجك عن الشهوة ينبغي أن يصوم قلبك أيضا عن مفطراته وقوام صيام القلب شيئان الإخلاص والتعظيم لله أما الإخلاص فأعظم من أن نتكلم عنه في مجلس كهذا إخلاصنا شرط ونيتنا في صفائها وصحة مقصدها منطلق أساس لكل العمل وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء فانطلاق العبادات ينبغي أن يقوم على مقام الإخلاص ولا عبادة لا صلاة ولا صيام ولا ذكر ولا قرآن ولا بر ولا خير ولا إحسان كل عمل ينبغي أن ينطلق من الإخلاص ولن نطيل الحديث هاهنا فإن معناه طويل عريض لا تسعوه المجالس لكن لا يقوم بقلبك شيء إلا أن يكون هذا الصوم لوجه الله تريد أن تمتثل أمر الله تريد أن تنال موعود الله تريد أن تظفر بما أعد الله لأهل الصيام والمخبتين والمقبلين إلى طاعته هذا الإخلاص وأما التعظيم فأن يمتلي أصدرك عبد الله عندما تمتثل أمر الله أنك من تعظيمك لله تعظم ما أمر الله فمن عظم الله عظم دينه عظم حدوده عظم أمره ونهيه عظم العبادة له سبحانه هذا الصيام ستصومه لمن؟ لله فإذا كنت معظما لله ستجعل صومك مليئا تعظيما لله فما ترضى والله أن تصوم يوم تصوم وصومك متهتك متخرق مليء بالعجز والهوان مليء بالأمور التي تنزل من حرمة الصيام ما ترضى لهذا إذا امتلأ قلبك تعظيما لله سبحانه وتعالى فإذا التعظيم أيضا التعظيم لله هو أيضا من أسس العبودية ليس في الصيام في كل العبادات قوام الصلاة التعظيم قوام الصيام التعظيم الحج الزكاة كل أعمال الإسلام قوامها التعظيم لله التعظيم قاعدة العبودية عليها يقوم حب الله والخوف من الله والرجاء الحسن فيما عند الله كل ذلك يقوم على تعظيم الله جل جلاله الصيام واحدة من هذه العبادات إذا أردنا أن نبني بنيان الصيام في رمضان على أساس التقوى ينبغي أن نمهد له بتعظيم عظيم لله سبحانه وتعالى فاجعل من صيامك في صيام قلبك اجعل منه معنا يمتلئ بمعنى الإخلاص والتعظيم إذن هذان شيئان هما قوام هما قوام صيام القلب في رمضان وفي غير رمضان فإذا تحقق الإخلاص والتعظيم أتتك الأمور الباقية تباعا من صيام القلب تنقيته وتطهيره وصفاؤه من كل أمراضه أمراض القلب نفاق شك شبهة أمراض القلب حسد غل كبر عجب أمراض القلب الفتاكة الهادمة لإيمان العبد وعمله الرياء الشرك الأصغر النظر إلى غير الله في أداء العبادة التطلع إلى ثناء الناس ومدحهم الرياء والسمعة وترصد الحمد والكلمة الطيبة والثناء المحمود هذا كله جزء من المسارب الخفية التي التي يتسرب منها الإخلاص في القلب إذن كل ذلك يقوم في معنى صيام القلب وهو قائم كما قلت على معنى الإخلاص والتعظيم يدل على ذلك يا كرام الحديث القدسي الذي مر معنا البارحة كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به قال الله سبحانه في بيان معنى اختصاص الصوم من بين سائر العمل ليكون خارج الحسابات كل حسنة تعملها تقرأ قرآن تصلي تتصدق كل عمل تقوم به يوضع في الميزان ولك بكل حسنة عشرة أو مئة أو مئتين إلى سبعمائة ضعف وربك كريم كل الحسنات بالحساب هذا إلا الصيام يخرج عن ميزان الحساب هذا وأوكله الله إلى ذاته العلي قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به بالله ما ظنك بالكريم إذا قال لك دع ثواب هذا علي ما ظنك بكرم الكريم ليس مضاعفة لا مئة ولا مئتين لما يقول الكريم سبحانه فإنه لي وأنا أجزي به لما خرج الصيام عن هذا ولما استقل في الحساب عن هذا المعنى قال يدع شهوته وطعامه من أجلي هذا صيام القلب لما تحقق الإخلاص لله وتعظيم الله جعل رغبته وقصده مرات الله سبحانه وتعالى فنال هذا الجزاء الكبير قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ترك شهوته وطعامه من أجليه هذه الخطوة الثانية إذن صيام القلب الخطوة الثالثة أخ الإخلاص وشقيقه في هذا الطريق في أي عبادة من العبادات متابعة هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام وهذا لا حاجة لنا إلى شرحه لأننا باختصار سنقول أتريد أن تكون بصومك تقية حتما الجواب إي والله نعم أريد ذلك سنختصر الكلام فنقول إذن أسلك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل كما فعل والله لتصلن إلى الجنة من أقرب الطرق فلا طريق يوصل إلى الجنة كطريق رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يعرف على وجه الأرض في الإسلام من عبد الله حق عبادته كرسول الله عليه الصلاة والسلام أليس هو أعرف الناس بربه أليس هو الدليل إلى الله أليس هو الطريق الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور وبعثه الله تعالى لنا أسوة وقدوة ودليلا إذن هذا اختصار شديد الإخلاص والمتابعة علم وعمل كيف يعني يعني علينا فقها أن نتعلم هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصيام كيف كان يفعل كيف كان شأنه في رمضان هذا يا إخوة ليس شيئا خفيا رصده الصحابة بل رصدوا الأمور الخفية يقول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة كانوا يلحظون فرقا كانوا يلحظون في أيام رمضان في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا من الاختلاف رصدوا هذا الجانب الخفي أما العبادة الظاهرة فأمرها واضح كان عليه الصلاة والسلام يصوم كان إذا أفطر أفطر على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم يكن حسا حسوات مما كان يحب لنا تعجيل الفطر وتأخير السحور كان عليه الصلاة والسلام يقوم بين يدي ربه كان يدعو دعوات في الصيام كان عليه الصلاة والسلام ينهى عن الوصال وهو يواصل ويقول أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر كان يتلذذ بالصيام لله سبحانه وتعالى ويقول إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني علينا أن نعيش في هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن ننغمس فيه بين يدي رمضان تعلم هديه في رمضان ماذا كان يفعل في نهاره وليله في صيابه وقيامه هذا إذا علمته تأتيك خطوة العمل فحاول أن تتقفى آثاره عليه الصلاة والسلام بكل ما استطاعت وأن تقتدي به في شأنه هذا طريق موصل إلى التقوى ولابد ومن أراد أن يصف وصفا دقيقا كيف يصل العبد إلى مقامات الكمال كيف يحقق رضى الله كيف يدخل جنة عرضها السماوات والأرض فأعطه الوصفة باختصار فقل له عليك بطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم واسلك سنته تجد نفسك ولابد واصلا أعلى المقامات والدرجات الخطوة الرابعة استصحاب فضائل الصوم في رمضان فهذا من خير ما يعين على تحقيق معنى التقوى في الصيام ليس من فراغ يا أحبة أن جاءت تلك النصوص الشرعية كثيرة في بيان فضائل الصيام وما أعد الله للصائمين السؤال حقيقة هل نستشعر ذلك مع كل يوم نصومه في رمضان ونستشعر أننا بصيامنا فعلا نحقق تلك الفضائل ونحوز تلك الدرجات العلا والنعيم المقيم والخير العظيم يعني مثلا قوله عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفة من صام يوما في سبيل الله فرضا كان أو نافلة فما بالك هو فرض في رمضان هذا المعنى أعظم فإذا صمت اليوم الأول من رمضان سيكون شعورك أحمدك يا رب أبعدتني عن النار سبعين سنة فإذا صمت اليوم الثاني جعلك الله بعيدا عنها مئة وأربعين سنة فإذا أتممت اليوم الثالث تباعدت مئتي وعشر سنوات وهكذا وإذا بك تشعر بمعنى لا تجده عندما تغيب عنك هذه الفضائل صدقا كل عمل صالح إذا أردت أن تنشط فيه وأن تكون أكثر إخلاصا لله فيه استشعر فضائل العمل اسأل نفسك لماذا يخبرنا عليه الصلاة والسلام بهذا صدقا هو يريد إغراءنا والله يريد حثنا يريد أن تنهض النفوس للصيام دون ما ثقل ولا ملل ولا تكاسل لا تصم مستثقلا دخول الشهر متمنيا فراغا لا تصم ولو كنت من أصحاب التعب أو المرض الذين يشق عليهم الصوم إياك أن تصم وفي شعورك شيء من الضجار من الانزعاج من التعب الذي ربما غلب على مشاعرك فأصبحت ضيقا نفسي وشيئا ما يشعرك أنك لو ودت أنه أذن المغرب فتخلصت من هذا التعب والعناء والله يا أحبة من تلذذ بصومه وجد في تعبه في الصيام لذة وأنه كلما وجد مشقة استمتع بها ليس هذا دعوة إلى البحث عن المشقة في العبادة لا لكنها متى أتتك في طريقك استمتعت بها وفرحت لأنها مشقة في سبيل الله وأنها شيء من التعب والنصب اللذيذ في طاعة الله وأنك إذا وجدت الله ولقيته يوم القيامة ستجد هذا ثقيلا في الميزان مع أنه صيام يوم لكنه ليس كسائر الأيام لأن قلبك امتلأ فيه رضا فرحا لذة أنت ها هنا عبد الله آثرت مرضات الله على مرضاتك أنت وأثرت حكم الله على هوى نفسك أنت أتعبت بدنك ولم تجد لذلك شيء من الضجر والانزعاج لأنك قدمت ما أمر الله عز وجل هذا لون من استشعار الفضائل الصوم عموما فيه هذا الثواب الآن أخبرني مع أن ثواب الصوم دائما هكذا فماذا تفهم من تخصيصه عليه الصلاة والسلام صيام رمضان تحديدا بأمور أخر من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه طيب الصيام عموما ينال هذا الأجر لماذا يأتي رمضان تحديدا بهذا الثواب ويخبرنا أن بوابة من بوابات الغفران تفتح للعباد في رمضان بصيامهم هل جربت أنت تستصحب هذا المعنى في صيامك كيف يهون عليك التعب والنصب والجوع والعطش بل لا ليس كيف يهون كيف تستمتع كيف ينقلب عندك الجوع والعطش والتعب والنصب كيف ينقلب عندك متعة ولذة لأنك فعلا تشعر أنه باب يقودك إلى غفر له ما تقدم من ذنبه بهذا الشرط إيمانا واحتسابا املأ صدرك بهذا المعنى هذا من استشعار فضائل الصيام من فضائلها التي وردت في السنة ونحن نعيش أيام رمضان وينبغي أن تكون حاضرة قوله عليه الصلاة والسلام في مدح الصائم والصائمين ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يا أخي أي متعة يجدها الصائم خلا جوفه فرغ بطنه وجف فريقه لكنه مع ذلك مستمتع لأنه في وصف محمود عند الله محبوب عند الله والله سينقلك هذا معنا كبيرا في الصيام ماذا تفهم من قوله عليه الصلاة والسلام ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان كما في الصحيحين تستشعر أنك في رمضان مستعد أن تدعي يوم الجنة من باب الريان لأنك من أهل الصيام والحديث الذي أخرجه النساء وهو صحيح إن في الجنة بابا يقال له الريان يقال يوم القيامة أين الصائمون هل لكم إلى الريان؟ من دخله لم يضم أبدا فإذا دخلوا أغلق عليهم فلم يدخل منه أحد غيرهم شعرت أنك من بين العباد يوم القيامة ستكون في فئة مخصوصة ستدخل من هذا الباب دون الخلائق دون الأمم التي تتجه إلى أبواب الجنان يا أخي وجود هذه المعاني معك في صومك في كل يوم من أيام وأنت تتسحر وأنت تمر بساعات النهار تستشعر ما أنت فيه من الفضائل وما تتقلب فيه من الخيرات والله ينعش في داخلك شعور التقوى مع الصيام ويحيي في قلبك هذه المعاني العظام هذا الطريق لماذا جاءت هذه الأحاديث لماذا رغب المصطفى عليه الصلاة والسلام لماذا وعدنا لماذا أخبرنا لماذا منانا لماذا جاء يشوقنا لهذه المعاني من أجل أن نقرأها أو نسمعها من خطيبنا قبل رمضان ثم تغيب عن طيلة الشهر لا من أجل أن نعيشها كل يوم في رمضان نعيشها نتذكرها نستصحبها ترتقي بصيامنا تبلغنا درجة التقوى هذه النقطة الثالثة الرابعة نعم فرغنا من الرابعة أما الخامسة فمن السبل التي تعين على تحقيق التقوى في الصيام أيها الكرام مجاهدة النفس في الصيام والاستعانة والاستعانة بالصبر حتى نصل إلى درجة التقوى يقول عليه الصلاة والسلام الصوم جنة ما معنى جنة وقاية وقاية من ماذا في كثير من الألفاظ والحديث صحيح في كثير من الألفاظ الصوم جنة في بعض الألفاظ جنة من النار يعني يقيك من عذاب الله ولك أن تفهم معنى آخر أن الصوم جنة يقيك من كل ما لا يحسن بك وأنت صائم يقيك من النقائص يعني ما ينبغي أيها الصائم أن يبدو عليك وأنت صائم ما ينبغي أن يبدو عليك شيء من النقائص من السيئات والمعاصي من المثالب من الأمور التي يمكن أن تكون مذمة وقدحة ما ينبغي ليش لأنك صائم والصوم جنة اسمع يقول عليه الصلاة والسلام فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شتمه فليقل إني صائم إذن يعلمنا كيف نستخدم الصيام درعا نتقي به جهل الجاهلين وسفاهة السفهاء واعتداء المعتدين يقول لك وأنت صائم لا تسترسل لا تسترسل مع السفهاء إياك أن تنجر قدمك فترد سيئة بسيئة وسوءا بسوء لا يليق لك ذلك لأنك صائم الصوم جنة يعلمنا عليه الصلاة والسلام إذن هذا الطريق يا كرام وهو منهج عملي علينا جميعا أن نتواصى به رمضان على الأبوال وسواء صمت رمضان أو أيام أخر من التطوع في كل العام إذا ما صمت عبد الله فاعلم أنك ارتقيت مرتقا كريما في درجات العبودية أنت صائم ما يليق بك أن تتنزل من عليائك وأنت صائم لتجاري سفهاء ما ينبغي لا يليق بك أنت أكرم من أن ترد سفاهة بسفاهة وسوءا بسوء وفحشا بفحش لاحظ حتى إذا استفزك الموقف فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم يعلمنا عليه الصلاة والسلام كيف نتقي هذا الاستفزاز كيف نحفظ أنفسنا من الاسترسال في تلك المزالق حتى إذا جاء الموقف وأغضبك جاهل وآذاك رجل سوء وتعدى عليك شخص غير محترم تلفظ عليك اعتدى عليك أساء إليك تلك الساعة استحضر قول نبيك وحبيبك عليه الصلاة والسلام فهو يقول فإن امرأ شتمه فليقل إني صائم يعني أقوى ما يمكن أن تدفع به إساءته وأن تنفس به غيظ قلبك ورغبتك في الثأر والانتقام لنفسك أن تخرج هذه الكلمة والله ما أكبرها لو علمنا حقيقتها فليقل إني صائم فتطفئ نار الغضب بهذه الكلمتين بل أنت ترحل بابا كبيرا من الأجر إلى حسابك في الآخرة وتكتفي بهاتين الكلمتين إني صائم وتدع الموقف هنا والله أنت توطن نفسك على معنى التقوى في الصيام ستكون رائعا في مجاهدتك لنفسك والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا ونحن صائمين كيف نمرن أنفسنا كيف نوطنها على أن نرتقي مرتقى التقوى هي همسة يا أحبة ونحتاج أن نتبينها وأن نستشعرها في صيامنا وأن نتواصى بها وأن لا يبدو على أحدنا وهو صائم شيء مما لا يليق به من قول ولا فعل ولا يسترسل في مجاري شياطين الإنس والجن ويكون معهم فيما لا يحمد أمره قولا وفعلا الأمر السادس في سبل تحقيق التقوى في الصيام تهذيب الأخلاق واكتساب الجود والإحسان وصفات الخير بالصيام في رمضان اجعل من صيامك طريقا تهذب به أخلاقك كيف كلما صمت يوما علم نفسك وطن نفسك عود نفسك على أن تكون أكثر حلما أكثر صدقا أكثر صبرا كرما وفاء أمانة هذا صحيح مطلوب مننا طيلة العام وعلى الدوام أن المرأة الحصيفة المؤمن العاقلة يرتقي بأخلاقه ويهذب نفسه لكن صدقا اجعل من رمضان اجعل من رمضان فرصة مواتية تكون لك فيها الأمور المضاعفة في هذا الباب ليس هذا إنشاء وكلاما من فراغ بل هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان وكان أجود بالخير من الريح المرسلة وذلك حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وذلك كل ليلة في رمضان أما شعرت أن الصحابة كانوا فعلا يحسون اختلافا في خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس اختلافا من سيء إلى حسن حاشاه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام لكن اختلافا من كمال إلى أكمل ومن جمال إلى أجمل ومن رقي إلى أرقى هو قال ابتداءا كان أجود الناس حتى لا تفهم أنه كان بخيلا قبل رمضان هو صدر وصرح كان أجود الناس لكن كان أجود ما يكون في رمضان حتى لما أراد أن يضرب لنا المثل قال أجود بالخير من الريح المرسلة الريح التي تسوق السحاب فينزل المطر وتنبت الأرض ويعم الربيع ويأتي الخير جود رسول الله عليه الصلاة والسلام وكرمه وعطاؤه كانت بركته أعظم مما تأتي به الرياح من الخيرات والبركات والأمطار ليس هذا مبالغة لكن صدقا كانوا يجدون شيئا عظيما من كرمه سؤال هل كان عليه الصلاة والسلام ثريا من الأثرياء وكان يفتح صناديق الخزائن في رمضان فيعطي الفقراء والمساكين لا والله هو أفقرهم عليه الصلاة والسلام يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهل بيته ما يجد عشاء ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتاليين حتى توفاه الله إذن أي وجود يتحدثون عنه يا أخي أقله جود النفس وسماحتها البشاشة الكرم اللطف في التعامل اجعل جودك بين العالمين كلماتك الطيبة إحسانك عفوك عن الزلات إكرامك لمن أتاك كل ذلك باب كريم يدخل فيه الجود على كل نريد أن نجعل من رمضان إذا أردنا أن نكون أتقيها إذا أردنا أن نحقق التقوى أن نتعاهد أخلاقنا في رمضان وكلنا يعرف نفسه أعرف أني غضوب أني سريع أني صاحب حماقة إذا ما جاءني استفزاز علي أن أعالج هذا في رمضان وأنا صائب أعرف في نفسي شحا وبخلا علي أن أعالج نفسي في رمضان وأنا صائب أعرف في نفسي شيئا من جريان الكذب على اللسان ألفته تعودت عليه أتخلص به من المزائق أقولها مزاحا إلى آخره علي أن أعالج هذا في رمضان إذن تهذيب الأخلاق في رمضان علينا أن يكون سلما يوصلنا إلى التقوى رمضان مدرسة تهذب فيها النفوس تسمو فيها الأخلاق الصبر، الكرم، العفو، التواضع العفة وهي البعد عن الحرام عن الشهوات، الفواحش فرصة في رمضان أن يكون لنا مساحة أوسع نوطن فيها أنفسنا عن العفة، عن الحرام فلا نظر ولا بصر ولا كلام ولا فعال لا يمكن أن نسترسل ونحن صائمون في رمضان الأمر السابع مما يعين على تحقيق التقوى في الصيام وهو آخر هذه النقاط في هذا العنصر العبادات المصاحبة للصوم فإنها أيضا مما يكسب التقوى وسأركز هنا على ثلاثة منها العبادات المصاحبة للصوم ولها ارتباط وثيق تعمل جنبا إلى جنب مع الصيام يا أخي أرأيت إلى الطبيب إذا أتاه المريض يشتكي من وجع في بطنه، في ظهره، أو أجرى عملية يصف الطبيب له دواء يقول له هذا الدواء هو الأساس ثم يعطيه علاجات أخر يقول هذه مساعدة إما من أجل تفعيل مفعول الدواء وتحقيق أكبر قدر من الإفادة أو أنها تردف مفعول الدواء فتعينه كذلك العبادات المصاحبة للصيام هي تعين على التقوى الآن اتفقنا أن الصيام وحده كفعيل بالتحقيق التقوى لعلكم تتقون فماذا لو كان مع الصيام عبادات أخر تعين على التقوى؟ سأركز على ثلاثة أمور أولها القرآن وسر وثيق عجيب بين القرآن ورمضان ولا تعجب فإن الله قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين يعني ليلة القدر وجاءت صريحة في قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر أرأيت لماذا يقبل الناس على القرآن في رمضان ولماذا يستمتعون به ولماذا يجدون له حلاوة وأنسا في رمضان أكثر من غيره من أيام العام هذا سر ارتباط الزمان بالقرآن رمضان والقرآن علاقة وثيقة الصيام يفعل فعله في النفس والقرآن يفعل فعلا عجيبا آخر الصيام يهذب الباطن يجفف منابع الشهوة يهيئ النفس لأن تكون قابلة لكل عمل صالح وبر وتقوى فإذا جاء القرآن وجد أرضا خصبة وجد قلبا طرية إذا جاء القرآن وجد أرضا صالحة فما أن يغسقط ماء القرآن حتى تنبت أفانين القلب عبادة وصلاح وطاعة وتقوى هذا سر ارتباط الصيام بالقرآن يا كرام في الحديث الذي رواه أحمد وهو صحيح وحسنه الألباني في المشكاة وفي صحيح الجامع يقول عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد شوف كيف ربط بين الصيام والقرآن يقول الصيام أي رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان يشفع لك صيامك ويشفع لك قرآنك فرحم الله عبدا أراد أن يبلغ بصيامه درجة الأتقياء أخذ حظه من القرآن ليقوده إلى التقوى وجعل القرآن حليفا للصيام فآزر صيامه بقرآنه وجعل حظه من صيامه مع القرآن حظا لا ينفك عن الصيام فهذا أكثر عونا على ارتقاء درجات التقوى بالصيام في رمضان لا تنسى قول ابن عباس رضي الله عنهما قبل قليل وكان أجود ما يكون في رمضان ثم علل ماذا قال وذلك حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن يعترف الصحابة أن سرا عجيبا للقرآن في رمضان كانوا يجدون فيه الأثر في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام أما العبادة الثانية فهي القيام قيام الليل صلاة الليل وقيام الليل يجمع بين الصلاة والقرآن فإنها صلاة وللصلاة فضلها وفيها قراءة قرآن وتطويل فيه للقرآن فضله في الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اربط هذا الحديث بحديث من صام رمضان ألم نقل إن الصيام في كل أيام العام فضله وعمله محسوب عند الله فلماذا يخص رمضان قيام الليل طيلة العام دأب الصالحين وعبادة الأولياء والمقربين وسنة الأنبياء والمرسلين لماذا يأتي رمضان تحديدا فيخص بهذا الثواب لأن لقيام رمضان ما ليس لغيره من أيام العام حتى الصحابة مجتمعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يصلون التراويح جماعة معه في القيام إلا ثلاثة ليالي من رمضان هذا معنى كبير يا إخوة ولهذا كانت ولم تزال أمة الإسلام تجتمع على القيام في رمضان يحيون بها ليالي رمضان يجتمعون في المساجد يقرؤون القرآن يتقربون إلى الله يختمون القرآن هذا سر وثيق القيام القيام شيء عجيب يفعل فعل السحر في القلوب المؤمنة يبدلها يغيرها يعيد صياغتها فكيف إذا كان معها الصيام بالنهار فإن فعلا تضاعف بلوغك درجات التقوى في رمضان ليالي نزول القرآن لها أثر عجيب ليالي رمضان وارتباط المسلم بالصلاة في ليالي رمضان أيضا تفعل فعلها وتزيد من خطوات حصول التقوى بالصيام العمل الثالث ها هنا الكرم والجود والإحسان والعطاء لاحظ قول ابن عباس كان أجود ما يكون في رمضان الجود والكرم خصرة كريمة وخلق حميد لكن في رمضان نريد يا أحبة أن نتعلم شيئا من العطاء والجود في رمضان ليس بالضرورة أن يكون مالا لكن بقدر ما تملك فمنا من يملك علما ينفع به الناس ومنا من يملك قرآنا يقرئ به الناس ومنا من يملك مالا فيعطيه ومنا من يملك سعيا في قضاء الحوائج وتعاهدا لأصحاب الأعذار من الأيتام من الأرامل من الفقراء كل ذلك من الجود والعطاء يا كرام لاحظ قوله عليه الصلاة والسلام من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيئا خرجه ابن ماجة وصحى حول الباني والترمذة أيضا وصحاحه وابن حبان إذن هي دعوة إلى الجود في رمضان يا أخي لما تعطي تمرة لأخيك الصائم لما تقرب له كأس ماء لما تخرج من جيبك ما تفطر به فتشارك به صائما معك لما يجعل الإسلام لك مع أجر صيامك أجر صيام من فطرته أما شعرت أنه يدفعك إلى الكرم دفعة يريد منك أن تتعلم البذل والجود يريد منك أن يكون لك مساهمة في باب من الكرم في رمضان وأنت صائم إذن هذه أعمال وغيرها من العمل هي من مصاحبات الصيام التي تعين على تحقيق التقوى حتى لا يضيق وقتنا سأنتقل العنصر الأخير أختم به جلسة الليلة تحدثنا عن سبل تحقيق التقوى بالصيام وفيها سبعة أمور سأنتقل إلى ما يناقض ذلك هناك أمور مهما اجتهدنا في تحصيلها في السبعة الخطوات السابقة تبقى هناك أمور هي عدو للتقوى هي من نواقضها هي من مفسداتها مفسدات التقوى علينا الحذر منها وعلينا أن ننتبه إلى أن شيئا ما يمكن أن يحرمنا لذة الصيام ويحرمنا لذة تحقيق التقوى بسبب وقوعنا في تلك المفسدات للتقوى مفسدات التقوى يا كرام كثيرة لكن يمكن أن نجعل لها جامعا فنقول فيه أسباب الفسق في معاصي القلب والجوارح كلها أعداء للتقوى تحاربها حتى لو حصل قلبك شيئا من التقوى في تلك السبل السابقة أفسدها عليك هذا الأمر الفسق معاصي القلب ومعاصي الجوارح أعني بمعاصي القلب ما ذكلمنا عنه في صيام القلب أن يصوم قلبك عن الرياء عن الأمراض القلبية عن المعاصي القلبية هذه أمراض يا أحبة فلو أن صائما وقع في قلبي شيء من الرياء لا قدر الله والله لا يحرمنه درجة التقوى ولذة الصيام وحلاوته لما وقع في قلبه من حب مراءات الناس من حب مسايرة الناس لاحظ الحديث يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا فلنعول كله على هذا الأمر العظيم في القلب إذن من أعظم ما يفسد التقوى ويذهبها ويحبط أثرها في القلوب الصائمة وجود ما يناقضها ما يناقضها حسد كبر غل عجب نفاق شك شبهة في القلب الرياء كل ذلك يفسد عليك لذة التقوى هي أبدا كالداء إذا وجد في القلب فتك بكل شيء صالح يأتي إلى القلب ويدخل إليه فيهجم عليه ويفسده ويتآكل ويتلاشى الأثر هذا إذا قلناه في معاصي القلب فهو كذلك في معاصي الجوارح سواء بسواء وللحق يا كرام معاصي الجوارح ذنوب وسيئات البصر والسمع واللسان واليدين والرجلين هذه كأعواد ثقاب نار تشتعل فتحرق حسنات العبد وتنسف كل أثر لخير وبركة ونفحة وهبا وتقوى يجدها القلب بالطاعة والإيمان اسأل نفسك كم صمنا كم صلينا كم تصدقنا كم فعلنا لماذا لا نعيش ما يعيش الصالحون في السلف من نقرأ أخبارهم يا أخي حتى رمضان تأتي علينا ساعات نشعر أننا نحلق في السماء وأننا لا نمشي على الأرض إذا صلى أحدنا ليلة ففتح الله عليه في الصلاة ووجد قلبه خشوعا دموعا بكاءا خضوعا وعاش قلبه روعة ما قرأ إمامه في الصلاة واستمتع بالدعاء وقنوط الإمام فعلا يخرج تلك الليلة من المسجد الحرام أو من أي مسجد وكأنه لا يريد من الدنيا شيئا حسبه ما وجد من لذة الطاعة أين ذهب هذا الأثر أين غاب تنتظر أن يكون في اليوم الثاني أعلى درجة وأن يكون حصل في تقواه ومتعته ولذته رصيدا أعظم لكن الحقيقة أن هناك أمورا هي ثقوب في القلب يتسرب منها كل رصيدا يجتمع أولا بأول تدري ماذا أقصد؟ أقصد إطلاق البصر تقليب القنوات النظر إلى الحسناوات في الشاشات وفي أجهزة الجوالات السماع إلى المعازف والقيان الاسترسال في معاصي اللسان غيبة وكذبة وزور ونميمة بقصد بغير قصد هذه ثقوب يتسرب منها رصيد التقوى ما لم تكن حارسا ما لم تكن حارسا لقلبك وجوارحك في رمضان فستتعب كثيرا كل الذي ستجمعه من الحسنات ومن رصيد التقوى سيذهب هباء منثورا أولا بأول والسبب نحن فعلينا أن ننتبه رعاكم الله تلطيخ العينين بالمعاصي في رمضان تلطيخ الأذنين وسائر الجوارح والله مذهب لكل أثر نجده من التقوى في رمضان فمن تعب في عبادات رمضان بالصيام وبغيره من الأعمال المصاحبة وجمع من الحسنات ومن رصيد التقوى عليه أن يكون حارسا لهذا الرصيد في قلبه إياك أن يتسرب فإن ثمة أعداء للتقوى في القلوب وأنت تعلم قول الله سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا شفت إذا كنا أتقياء سنطبق هذه الآية إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ما يخدعك الشيطان فإذا جاءك الشيطان وأنت صائب وتظن أنك قد وجدت شيئا من التقوى تسلح بهذا السلاح فإذا أتاك ووسوس لك ووقع في خاطرك أن تبصر أن تسمع أن تفعل تذكر الآية إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون جاء هذا عقب قوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم فأبدا أبعد شيطانك وحاربه ووالله إن الشيطان لا يتعب مع الصالحين وأهل الإيمان في رمضان لأنهم يجاهدونه بالصيام وبالقرآن وبالقيام فيريد أن يظفر من أحدهم بزلة بسيئة بمعصية اغلب شيطانك هذه جولة يفوق فيها أهل الإيمان شياطينهم ويغلبونهم وهم يتقوون على ما في رمضان من البركات أما تصفد الشياطين أما تفتح الجينان أما تغلق أبواب النيران هذا سمو روحي عجيب علينا أن نوظفه لمزيد من التقوى في القلوب أخيرا يا كرام هنا نداء إلهي كريم في رمضان يباغي الخير أقبل ويباغي الشر أقصر افتح لها قلبك لا أذنيك واجعلت صيامك منطلقا لتحقيق التقوى أسأل الله جلت قدرته أن يبلغنا وإياكم أعلى درجاتها وأن يرثنا وإياكم فيها أعظم الحظ والنصير ونجعلنا في صيامنا وقيامنا من الصائمين القائمين المخلصين المتقين ويكتبنا وإياكم في عداد المقبولين هذا مجلس الليلة ونكمل غدا في المجال في المقاصد التابعة والجزئية إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر